اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الغارديان التي نشرت مقار لناتالينو غايديت بعنوان من دروس بروكسل الإرهاب الجهادي يعبر الحدود ويجب إيجاد حلول تتناول الجدل حول الطريق المثلى لمواجهات تهديد الجماعات المتطرفة وتقول الصحيفة إن فرنسا كانت سريعة في انتقاد بلجيكا لكنهما يعانيان من المشاكل نفسها فلا مجال لتبادل التهم وتضيف أن مؤسسات بلجيكا ومنشآتها تعرضت كلها للانتقاد بعد هجمة بروكسل ولكن انتقادات السياسيين الفرنسيين خاصة كانت في غير محلها لأن فرنسا حسب الصحيفة ليست في موقع إعطاء الدروس بشأن إدماج الشباب المسلمين وتذكر الجارديان أن وزير المالية الفرنسي ميشيل صابين تحدث عقب تفجيرات بروكسل عن الإسلام ولما حائل أن تعدد استقافات جزء من المشكلة ولكن فرنسا تواجه العديد من المشاكل في الضواحي حيث فتح الإقصاء مجالا للتشدد وترى الصحيفة أن بلجيكا كانت لها ردود فعل سياسية على الإرهاب أكثر من فرنسا فقد قدم وزيران في الحكومة البلجيكية استقالاتهما وهما وزير الداخلية ووزير الخارجية بينما في فرنسا لم يقدم أي مسؤول استقالته وتتساءل كيف يمكن تفسير انتشار المتشددين الإسلاميين في فرنسا وبلجيكا وتقول إن تطبيق العلمانية على الطريقة الفرنسية المتشددة يعتقد أنه يفسر شعور الشباب المسلمين بالتهمش في المجتمع وبالتالي يصبحون أهدافا سهلة للتجنيد في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية ولكن علمانية بلجيكا تختلف عن علمانية فرنسا لأنها لا تنص على فصل نهائي بين الكنيسة والدولة ولا يمكن حسب الجارديان أن نرى في العلمانية سببا لانتشار الإرهاب فبريطانيا لا تفصل بين الدين والدولة وقد تعرضت لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2005 وبالانتقال إلى صحيفة صباح التركية نقرأ مقالا لماليح أنتوك بعنوان الإرهاب لا يسأل عن العنوان وتحدث فيه الكاتب عن التفجيرات الإرهابية وما عقبها من إجراءات أمنية حيث أوضح الكاتب أن المواطنين الأتراك يشاركون المواطنين البلجيكيين العزاء والحالة العصبة التي يمرون بها لأنهم يعلمون جيدا الأثار السلبية التي تتركها الأعمال الإرهابية الغادرة معربا عن آماله في أن تدرك هذه الدول أن الإرهاب هو فيروس عالمي ينتشر في كل مكان ولا يفرق بين هذه الدولة أو تلك بل يستهدف الجميع مما يوجب على الجميع انتهاج سياسة وقائية موحدة للقضاء عليه كما أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي وأضاف الكاتب أن تركيا دعا الدول الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة ومجدية لإجهاض أي عملية إرهابية يمكن أن تحدث في المستقبل ولكن الدول الأوروبية اكتفت باتخاذ إجراءات أمنية بسيطة ومحدودة ولم تتخذ الإجراءات الأمنية الشاملة التي دعت إليها تركيا بعين الاعتبار وهذا ما نتج عنه عواقب وخيمة أوقعت تكرارا للعمليات الإرهابية داخل بعض دول الاتحاد وتناول الكاتب الحلول التي طرحتها تركيا على الاتحاد الأوروبي كما يلي أولا اجتهاد الدول الأوروبية العضوى في الناتو لتحركه بشكل فعلي للقضاء على داعش ونظام الأسد المغذيين الأساسيين بشكل مباشر أو غير مباشر للإرهاب حول العالم ثانيا وضع سياسات اقتصادية اجتماعية مجدية لتأمين حياة كريمة للاجئين إليها والابتعاد عن سياسة الإهمال أو سياسة الإقصاء ثالثا تخفض حدة الهجوم الإعلامي الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام الأوروبية على الإسلام والاتجاه نحو حملات إعلامية حاضنة لكافة أطياف المجتمع الأوروبي وفي صحيفة استارة التركية نقرأ مقالا لأرهام مير أغلو بعنوان الأسد يخيب آمل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي حيث يقول فيه الكاتب في البداية تكلم المتحدثون الروس وفيما بعد متحدث حزب الاتحاد الديمقراطي وأعلنوا أن وحدات حماية الشعب الكردي أصبحت إحدى الوحدات التي اتخذت مكانها ضمن الجيش السوري وأنهم سينضمون إلى جيش الأسد عند اكتمال الشروط وعندما أدرك حزب الاتحاد الديمقراطي أن الأسد باق وغير راحل شعر بضرورة الانحياز إليه بشكل أكبر وبدأ بالتعبير عن أقوال مثل القيام بإدارة سوريا معا وفي الأيام السابقة وبمجرد وضع حزب الاتحاد الديمقراطي حد النهائي للكانتونات وإعلانه الفيدرالية كقران من طرف واحد ودون معرفة السبب قال لأحد النواب الفرنسيين وهو الأوروبي الأول الذي خرج لمقابلة الأسد إن الفيدرالية بالنسبة للأكراد ليست فكرة جيدة لأن سوريا دولة صغيرة نوعا ما لتكون فيدرالية ولا بد من استمرار الإدارة المركزية ولكن بالمقابل ينبغي تعزيز الحريات في بعض المناطق حيث يشكل الأكراد 30% من عدد السكان في المناطق التي أعلنت فيها الفيدرالية وإن تحققت الفيدرالية فإن الأكراد سيتحولون إلى أقلية في مناطقهم الخاصة تعني هذه التصريحات خيبة أمل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي في البحث عن قطعة أرض يمكن إدارتها في سوريا في المستقبل يحتاج الأكراد إلى سياسة جديدة في سوريا وينبغي على كافة الفاعلين الدوليين والإقليميين بما فيهم تركيا البحث عن محاور سياسي عدا عن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي بخصوص حماية وحدة سوريا ومثلما تمثل هذه الأحزاب تهديدا على وحدة تركيا فإن هذه المبررات نفسها أيضا تمثل تهديدا لسوريا وإن مقدار الدعم الصادق والإسهامات الجديدة التي باستطاعة تركيا تقديمها للسياسة والمجتمع المدني الكردي سيمكنها من امتلاك سياسة كردية جديدة للغاية في الشرق الأوسط إضافة إلى بناء ثقة جديدة وكتبت صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها مقالا بعنوان أزمة اللاجئين السوريين أكثر من تضامن إنساني وتساءلت فيه الصحيفة من الذي يعمله التضامن الدولي مع أزمة اللاجئين السوريين غير دعوات للاستيعاب وزيادة في الأعداد في الدول المستضيفة وزيادة في المعاناة والموت والاتهامات غير البريئة لهم بالإرهاب وهل هذه مهمة الأمم المتحدة بعدما فقدت دورها كمنظمة مسؤولة في الدفاع عن حقوق الشعوب وحقوق المظلومين والمشردين ورأت أن الحل لن يكون بفتح المخيمات لاستقبال الشعب السوري وترك الأسد وميليشياته يعملون على تفريغها من المواطنين وإثارة الدول الغربية بأنها ستدفع ثمن غاليا ما لم تعترف به حاكما لسوريا رغم المجازر التي ارتكبت وترتكب كل يوم وتابعت قائلة إن الحل الحقيقي في أن تحترم دول المجتمع الدولي إرادة السوريين وأن تحترم مفقوديه ومشرديه وقتله الذين تهوا في العراء والرفض والذين تهوا في عرض الدنيا وطولها بلا مأوى وبلا مستقبل وأن يقال للأسد كفى إرهابا واستقداما ومتاجرا بدماء السوريين وختام حلقة اليوم مع موقع شبكة شام ومقال لزيم مصطفى بعنوان خاطف السوريات في لبنان ليسوا دواعش حتى يضج العالم حيث قارن فيه الكاتب بين صور الفتيات الأيزيديات التي تم تحررهن من مخالب داعش والتي مرت مرورا مدويا ولا نكاد ننساهن حتى يتم التذكير بهن بلقاء مع رئيس دولة أو بشرح الألم والمعاناة عبر الإعلام العالمي أجمع وبين قصة 75 روح طاهرة سورية عذبت وأهينت واستغلت في لبنان مروا مرور الكرام نسأل بشكل متواصل عن سبب هذا الحقد الذي يتملك غالبية السوريين على العالم أجمع واستعدادهم لمعادات الجميع والحقيقة دائما نملك شواهد عن حادثة هنا أو هناك أو متزرة أو قضية ما نجد بعض السجال حتى يقتنع الطرف الآخر المقابل برؤيتنا ولكن مع قراءة لخبر بالأمس الذي نقل عن الأمن العام اللبناني تمكونه من إلقاء القبض على عصابة تجبر 75 فتاة غالبيتهن من السوريات على ممارسة الدعارة وسعي اليوم البحث عن آثاره في الإعلام الذي لم يظهر أي اهتمام ولو بزاوية صغيرة بالخبر يجعل أي سوري يشعر بأنه ليس مهمش فحسب بل مكان لتفريق شحنات الدول أو أمراض البشر والأهم ساحة للتجارة بكل شيء ابتداء بالدين وانتهاء بضفائر شعر الموتى تفاصيل مرعبات ضمنتها حادثة الأمس وصور مخيفة نقلت للعلن من إهانة وضرب وتهديد بالفضح تشويه للأجساد حبس للحرية الأهم إهانة للروح بتطويع الجسد وتحويله لسلعة رخيصة وكل هذا يمر مرور الكرام ومن الممكن أن نسمع بالغد أن المجرمين هم الضحية والفتيات هم من أجبرهن على الإتجار بهن فالخاطف والفاعل والمنفذ ليس داعشيا ليست هذه القصة هي الوحيدة الذي تقض أرواحنا وإنما لها من القصوى ما يكفي لأن يتحول بقايا الاعتدال والتفكير إلى بركان لا يبقي ولا يذر ويزيد الاحتقان أكثر فأكثر ويقال أن داعش خلقت من سراب ويتساءلون عن سبب العنف اللامحدود وحجم الرد الغير مفهوم وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة